ولا شيء بسكت في هذه الكرة الركلية في تنفيذ هذه المرة دبيت سيلفا في الجهة اليمنى من خطل من الحارس بالراس والهدف دول رامو سيفوك العقدة من كرة بالراس ويفتع مدال الترشيل لمنتخب إسباليا عند التقيق الرابع من انتناقة الشوطر الأول في نهاية المطاف الهدف يسجل من كرة ثابتة وليس من لعبة فرطية أو جماعية رامو سيسجل هدف التاسع مع منتخب إسبانيا وينقذ الإسبان في عيد ميلاد المئة هل يصح أن نقول هذا في مباراة رقم مئة سيرجيو رامو سيسجل هدف التاسع مع منتخب إسبانيا وفكر عقدة بعد أربع دقائق من كرة ثابتة بالراس ما لم يكن متوقع حدث يعني أن تتفوق على الفلنديين من كرة ثابتة بالراس هذا ما لم يكن متوقع الفلنديون كانوا ربما يتوقعون وينتظرون وحاذرون من الكرة البينية القصيرة السريعة هذا اقتعاد المباغت لم يكن متوقع حتى أنني كنت في عالم آخر مع ذرا للمشاهدين الكرام تيمو بوكي عدل النتيجة للإسبان كنت غافلا عن مشاهدة هذه اللقطة وهذه الكرة وهذا الهدف المباغت تماما للفلنديين في 12 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة في وقت تحدثت عن التعادل والخسارة اليوم بأنه كانت بالنسبة لإسبانيا هذه العادة والتواغل في عمق دفاع منتخب إسبانيا مع ذرا مشاهدين أفاضل لم أكن متجاوبا مع هذه الفرصة وهذه الكرة لأنني لم أكن أتابع في الشاشة مباشرة وجاء هدف